السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة فايزة غالي إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير كيف ما شفتوا الحليوات يعني احنا على أبواب العيد الفتر السعيد الله يدخلوا علينا وعليكم الصحة والسلامة إن شاء الله ومزيد من الأجر والتواب فقد نبقوا نديروا حليوات شكيلات ساهلين اقتصاديين من عجينة واحدة نخرجوا بزاف ديال الشكيلات صوبوهم نهار العيد تفرحوا بهم ولداتكم والعائلة ديالكم فبالنسبة لهذا البلاتو هادا غادي نصوبهم من عجينة واحدة وغادي نعطيكم المقادير ديالهم ضبوطة ونعطيكم عدد الحبات وأيضا التامن بالنسبة للبنات اللي بغاوا يخدموا الكموند فما عليكم إلا تبقوا معي حتى الأخير الفيديو فرجة ممتعة بالنسبة للمقادير غادي ندير ديك العجينات الصابلي اللي ملفة دائما معاكم النصف ديالها عندي هنا 600 جرام ديال دقيق تالأخير نشوف الشحال وكاس ديال العنبة ديال سكور ساندة وكاس ديال الزيت جوج ديال البيضات 125 جرام ديال زبدة مارغارين أو لنص ربعة هي هادي ورشي شاد الفاني ونكهد النطل اللي دائما نديرها في العجين صافي هذا هم المقادير ديال هذه العجينة هادي وكيما قلت لكم هنا غا تعطينا فيتا كيلو ونصف اللي غا نتحصل عليها في الآخير غادي نخدم سكور ساندة مع زبدة وغادي نزيد ذاك الكاس ديال الزيت ونخدمها غير بالدينة كتولي كريمية بحال هكا لو بغيتوا الصابلي ديالكم يجيكم مرتب ديروا سكور غلاسي ولكن لو بغيتوا يجيكم مقرمش دائما ساندة كتعطينا واحد القرمشة اللي كتكون رائع وكيكون حتى صحيح شوية ما كيتكسرش ضغية وقدرت هذي كنكهد النطل صافي وغادي مقنطف دقيق شوية بشوية كما قلت لكم بالنسبة لهنا الهالدقيق الخاص بالحالويات درت هنا 600 جرام وفيتها شي شوية 640 جرام ولكن ما غاديش ندخلها كلها في الاخر ندخل غير تقريبا 1 500 جرام او 550 مهم هانتما معايا هنا كان الكوش دائما كان بقوا نخدمه كما بغينا ملي كيكون المقادير الاخرى الزبدة والبيض والزيت مجرد كان نضيفه الطحين حنا فغير كان نجمعه وشوية حاولوا مد الكوش باش ما يدي فورماش لكم وغادي ما قندخل فيها كاحتا غادي نجمعه بطريقة الاعجينة هناك نحاول عليه ما كان بغيش ندلكه باش بقاليات قطعة دياله كيما قطعته ما يعواج ما احتاجه وهذه هي الطريقة باش كننخدم دائما لكومون ديال الصابلي للصابلي الحمدلله كيجي ناجح 100% هذه هي العجينة ديالنا دائما كندوزو صبعناه انتم مشتورة مرمل وصفي انتم اداءت شوية ديال الدقيق اللي بقى تقريبا ثلاثة المعالقة كبار لا تقومون بقى تقاسح بثاف يعني مجرد ما يبقى تلسق في الديان سوف يجمعه ونقسمون لا نقومون بطلاجة يعني دبارة باقى شوية جو يعني ليس سخون بثاف لا تقومون بطلاجة غير نكمله كان بدنا نخدم به بهذه الشكل هذا ونقومون بطلاجة سوف نتحصل على واحدة هنا لا تقومون بطلاجات سوف نرققوه شوية حاولوا ما يكون شغلط دائما مليكا سوف نقومون بطلاجة لا تقومون بطلاجة ونقومون بطلاجة وهذا اول طبع سبعة ديال المراشم غير المراشم اللي عندنا ما زالت بستة حاجة جديدة كانين اللي شاركت معاكم في فيديوهات سابقة وكانين اللي معمري خدمت معاكم بهم فاليوم ان شاء الله يجمع ذاك شيء اعزلت هكا شيء وحدين ونقومون بطلاجة هنا سوف نقومون بطلاجة 12 لحبة من كل شكل يعني دائما بطلاجة وكي ادعي عشرة ولكن احنا ندير اطنا عشاكة باش يكون شوية دياله يكون شيطة وحدة اولا باشي لا تحرقت شي وحدة ولا تهرسات اولا خال الحمدلله ما كيتحرق شيلة طيبتهم زيان وقصتوا عليه العافية كي يجي محمر ومدهب صافي غادي نستمر دارت هنا جوش الطوابع كيف ما شفتو ممكن بتهزو اي طبع كين عندكم وان شاء الله هذك اللي بقى هذا الباقي ديال اللي عجينة نضعوا عليه وحدة اخرى صافي ممكن دلكوه محتى حاجو هنا هذة الفرشة هذي عندي لها جوج ديال اللي موتيف ديال الشوكولات فقدين قطع منها 24 باش نستعملهم بجوج اشكال هذا معمري خدمته معاكم يعني كنت شريته صافي ما وزال ما وصلت نبتوه تالدبا هنا شاركته معاكم وما زال ان شاء الله هذي مقندر معاكم حليواتي بطبيعة الحال ديال طبع واحد نخرجه من بزاف ديال الاشكال بالنسبة للبنات بلا ما يكتروا الطوابع اللي مكتخدم شفاء الضمين هذا فما كان لاش نبقوا نكتروا في الطوابع ونتبعوا هذا طلع هذا انزل فرغ غير بالطبع قديم ممكن تخدموا به اشكال اللي هي جديدة ماشي ضروري بقوا نتبعوا دائما الحاجة اللي جات جديدة بالنسبة لهذا الموتيلات هذا هذا الموتيلات بغيت نخدم له واحدة الموتيف ديال الشوكولات اللي هو كيجي مع الطبع ديالو ولكن كيكون هذا كالطبع ديالو مسنن دائما تكون شوية كيتكسروا اللي هدوك القناة فاختارت نخدمه بهذا ما زال غادي نوريكم الطبع ديالو الاصلي ديال الموتيف ولكن انا كنستعمل هذا كيجيني عمالي بزاف هذا الشكل الخامس يمكن الدائري بالنسبة لهذا الدائري هذا بغيت نستعمليه جوج اللي موتيف ديال الشوكولات صافي انا اختصرتي هذا الفارشة والدائري خدمتهم على جوج مرات هدو مشكلة ديالو ونطيبوهم دائما على عافية مهيلة الطيب تصابلي حتى يتتهب اللون ديالو ويحمرها وما دو شوفوا الطيب ديالو لبنات كيجي رائع وكيجي مقرمش ما محروق ما حتى حاجة كيطيب على عافية مهيلة دائما كما مولفة بزاف الفيديوهات شارك سمحكم الطريقة ديال الطيب بالنسبة له هنا غادي نخدم بالشوكولات غالا غادي ندوبو مباشرة غادي ندوبو فوق البوطة غادي ندير ذاك الحمام مائي صافي نحركوك تنقص عليها عافية مهيلة ولكن الى حالة كمبتدئات فحاولوا تديرو البوخار غادي نستمر حتى غادي ندوبو هاد القطع هادو وصافي ندوزو نعمروم هادو مشكلات اللي بغيت نخدم كين هاد الفرشة هادي فيها جوج كيما قلت لكم هادا هو الشكل الثاني وكين هادو هما بجوش كال وكين هاد المربع هادا فايت لا خدمتوا معاكم هادا هو المثلات والطرقة باش غادي ندلون هنا نوريكم واحد طرقة اللي كتجيساه لكن ندرو شوية زيت غير نقيطة ما تكتروش لان مع السهد راك يدوب الشكلات وغادي ندرو هاد الملوين هادا او لا تخدموه مباشرة لكنتو غادي تحركوه مزيان حتى يدوب فغالي بالاحيان في اللي كوموند الكبر هنا غادي تتركزوا البنات على التاريخ ضروري باش ما تتخدموش بشي حاجات شريوه هادو را فيهم حتى الالفين وثلاثة وعشرين دائما بحال هاد النكهة ولا هاد الملوينة ولا تركزوا على التاريخ بزاف بزاف اكتاريين الناس اللي كي يخدموه لكوموند فادي راها مسؤولية وغادي ندير هاد الصفر بهذا الشكل هذا كما قلت لكم كندير هاد الطريقة بالنسبة لمبتدئات اما هاد اللي كتخدموه تعود راكت ديرو الغبراني شان في الشكلات وكانين بزاف لانواع الملوينة انا استعملت معاكم هذا وغادي نخلط مزيان حتى نتحصلوا على اللون ممكن تزيدوا ممكن تنقصوا هادو ملوان اللي درت اللي اختاريت والصافي غادي مقا نعمر في هاد اللي متفاده ونبدأ بهذا الدائرة هاد هاد الشكل هاد كي يجي زوين كي يجي اي لون درتوا فيه هو خشك بيض او لا اسود او لكي يجي رائع هاد الدائرة هادي كي يجي زوينة بزاف احنا غادي مقا كما قلت لكم نعمر فيهم 12 12 على حساب سبقنا هنا الصابلي باش نعرفوا العدد اللي ديال هاد اللي متفاد الشكلات اللي بغنا نخدمه صافي غادي مقا نعمر شوية بشوية هكا اللي بغيتوا تدرون في ديك القريعة اللي كتساعد اللي كان نديروا فيها الشكلات اولا معلقة صغيرة هكا وغادي نخدم هاد الفرشات هادو فيهم كي ما قلت لكم جوج ديال الاشكال كينا هادي مسدودة كلها وكان واحد شكل اخر محلول شوية من الوسط قدروا اللي بغيتو مازال ان شاء الله نشارك معاكم بالنسبة للبنات اللي ما بغوش يدروا الشكلات نشارك معاكم بصاب لي اولا حلويات بلا شكلات معلكم إلا تبقى وفيين القناة تبقى ومتبعين القناة وان شاء الله هادي مقا نحط لكم كل مرة حليوة اقتصادية كيف حلكة ولحتى الطلبيات ملين شد ليكو موند ملين خدم عفوا ليكو موند غادي نبقا نصور معاكم الروتين ديال الخدمة باش هكا البنات اللي بغوا يستفدوا اولا وبغوا بالنسبة للوردة هادي كنديرها نشتو واحد شوية في ذاك الداخل ديالها ايه اللي اعطتني ذاك اللون اللي شتو في الاول وكنزيد هيا ولها ذاك القلب بدرت ليهم ذاك الموتي في ذاك الشكل اللي الداخل صغير ووردرتو بلون مغير كندروا اي لون بغيتو ممكن تدروا البيض والكحل ممكن تدروا وهي متلون باي لون بغيتو كي يجي رائع هاتشكي لهذا الالوان بحل ديال ربع يعني شوية نديروا اللوينات ونستمر نبقى نحط بهذا الشكل هكذا غادي نعمرهم هنا اللي عمرنا كنديروا في تلاجة حتى كي يبردوا نعودوا نحيدوهم وندوزوا باش نكملوا اه دزين ديالهم هنا غادي نصوبوا حتى التعليكة اللي هي سهلة من بعد هاد شكولات هادا غادي ندرو في تلاجة وندوزوا نصوبوا التعليكة اللي هي هادي جوج معالق كبار ديال العسل في ذاك الكاسرون اللي كان فيها الشكولات وغادي نضيف هاد القطاع ديال الشكولات تقريبا خمسة ولستة المهمة ودوبوها يعني بمجرد كتدوب لكم العسل هي هادي وره دغياء كتجمد يعني فاش كنخدمو بها دغياء كتش الدرسة مكسب قشسة إلى هكا هادو هما الاشياء اللي خدمنا هادا هو الشكولات الليل ونت شوفوا الشكل دياله كي يجي رائع وكي يبقى لكم الاختيار بالنسبة الالوان إلا ما بغيتوش الالوان ما تديروهم ولكن يعجبكم الالوان بحال هكا مرة مرة هادا الجوهر بجوج اشكال ديالو هادي ديالي التعليكة اللي شاركت معاكم هنا واحد الفرشة تصغير وورين صوبتهم بالعجينة للشكولات وصافيك نبدو في الزين دائما غير كل السقوب هكا بالنسبة للتعليك هادي لابنك هاتلي هي مختلفة انا هنا مادرت لها حتى نك هاتلي تغير العسل والشكولات بوحدو لا غير لابغيتو تديرو نك هادية شي مثلا نك هادية الخوخ او لالبرتقال او لانك هاد القهوة او لأي حاجة كتعجبكم را كتجي فتعليك كتجي رائعة وكان قلصق شوفوا ذاك القليب كي يجي فيه ذاك الداخل ديالو هكاك في ذاك اللون كي يجي رائع وسامل حلوة ساهلين هنا لا لحظة لاحتاجيناش كوكوم هرمش ديالجوانب لان الطوابع قد لي موتيف كنحتاجوا الكوكوم اللي كان ديروش في اشكال هكال يكون الموتيف في الشكولات الصغير او او لكي يشيط ضروري سنا نزيينوه في الجوانب ولكن هادو كي يجيوا معهم الطوابع ديالهم بهذا الشكل هذا صافي غادي احتى هاد الشكل هادا ديال الوريضان ثم اشتو ذاك اللويين اللورونج جاها من الداخل زوين بتعليك كيف ماش في صورها بدأس كاتش تدرسها هنا غادي نهز واحد الكقدوم بحلاكو ندير واحد شوية ديال تعليكو وليس قاديك البابيونا بهذا الشكل هادا كتعطينا واحد اللويين اللي هو مبهج وزوين هنا الشكل الاخر الشكل يمكن الثالث اولى الرابع المهم هي السبعة ديال الاشكال اللي بنات اللي صوبت في المجموع اللي خرج في هذا البلاطو هادا وعطاني كتر من ذاك البلاطو اللي شهته يعني باقي واحد الكيمياء اخرى هكا وبالنسبة الكيمياء اللي اعطاتني اعطاتني كيلو وستمئة قرام والعدد ديال اللي حبت مئة حبة اللي اعطاني في المجموع يعني را تبارك الله هادالعجين را تخرج كيمياء كبيرة مئة ديال هادالحلوه بحال في العيد تديرو غير هادى وتنوضو يعني كتجي مشكلة وهكا عطيها للعين وكتجي ايضا اقتصاديا ما فيهاش بزاف ديال المقادير صافيه هنا قدي نضيف واحد واحد العقيقة كيتباع على شكل فارش هاد كيكون عندها دوك اللي كيبيعو الحلويات المسلزمات الحلويات وندر اللي احتوى تعليك والاسقاف ذاك الوسط كيف ما يمكن تخليوها كاكا ولا تدر فيه عقيقة كيبقى لكم الاختيار هادي نستمر بها الطريقة هادي نكمل هات الشكلة كاملين اللي عندي بهذه الطريقة هادي هادي نستمر بالنسبة لهذا الفارشة هادو هما كيكونوا على شكل بحال فاني دولة حلوة هكا وكتزوقهم فيهم الالوان فيهم الحمر والصفر والخضر يعني بزاف الالوان بالنسبة له الدائرة هادي هادي اللون هادة هي السقوية عادي كي ندر في هاداك الجوهر وكل سقلها احتاه اي ذاك الفارشة البيضة لهاد بابيون بالعجينة الشكولات صافي بالنسبة لهذا المربع هادة غدي نستقو بهذا الشكل وغدي ندير له هادي الحجر ديال الشكولات اللي كيقولو له الحجر للواد كييجير رائع في هاد الكارويا هاي كي يحتوى احد منظر ليه وزوين كانت كلي سقو بطريقة عشوائية يعني بلا ما تختاروا الالوان غير هزو حطو وغادي بقى هاد الجوانب غادي ندير ليهم شوية القليكوز او لا نخلط مع النطج وندير ليه الجهر حتى هو والشكل الاخير هو هذا هاد اللون المثلت صافي وغادي ندير ليه العقيقة صافي من بعد ما غادي نكملهم ان شاء الله كلهم هادا هو عفوان الاخير كالسقو بهاد الطريقة هادي وندير ليه هدوك العقيقة من الداخل ما ديشكل هذا صافي كيف ما شفتوا راه طريقة ساهلة نكملهم ان شاء الله ونطلقوا في شكل نهائي ديالهم وده هو البلاطو ديالنا الرائع واحد اللي وينات مبهجين كيجي سبعة ديال شكيلات اقتصادي تديروه للمناسبة ديال العيد الفطر السعيد او ليلة جوكم ضيفة وراه ساهل كتحضروا الشكولاتو تديرو ديك الطريقة اللي شاركت معاكم ويعطنا كيميا اللي هي كتير انتم مش فاضلوا الوريدة كتجي رائعة الوان ديال الرابع كيف ما يمكن تخدموهم بدون الوان غير بالشكولات الابيض والاسود هذا درت ليه الجوار بالطريقة جا رائع شوفوا الشكل دياله شكيلات ليه هم ساهلين ومزيونين نتمنى ان شاء الله تجربوهم وبالنسبة للتامن ديال هادا ديال هادا النوع تصاب اللي فيه العقيقه في هذا كان خدمه بسبعين درهم هادا هوا مشكلات اللي صاوبت كما قلت لكم كيلو ستمية اللي اعطتني هاتيك الدكشي اللي صاوبت معاكم ديال مقادير وعطتني مئة حباده هما للحساب اللي بنات اللي بغوا يحققوه كاف الحساب باش يعرفوش حال خاصهم او لاش حال باش باش يخدموش حال غا تخرج ليه هما ديالعجينة هادي وصلنا لنهاية الفيديو ما تنسوش تبرتجوه مع الاحباب والعائلة خليت لكم الراحة وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله السلام عليكم